لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين أنا مرحب بكم في برنامج جديد أنا مارينا كلكم سمعت صوتي كتير قبل كده في برنامج المرأة المسلمة وأنا أول مرة هكون معاكم بالصوت والصورة والبرنامج طبعا اسمه النقل أم العقل وطبعا احنا اخترنا اسم البرنامج ده النقل أم العقل لأن الشيوخ دايما بتفضل النقل عن العقل ولكن من خلال الحلقات اللي هتكون معاكم طبعا هنفضل العقل على النقل والبرنامج هيتكلم عن كتب كتير ولكن أنا هبدأ بأول كتاب وهو التاني أهم كتاب عند الإخوة المسلمين وهو صحيح البخاري وده أصح كتاب بعد الكرآن يعتبر وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون البخاري وعلاقته بشيخه وقبل طبعا ما تكلم عن البخاري لازم الأول أعرف مين هو البخاري البخاري ده اتولت في القرن التاني الهجري واسمه أبو عبدالله محمد ابن إسماعيل البخاري أحد كبار الحفاظ الفقهاء واتولت سنة 1994 ومات 256 وبيعتبر من أهم علماء الحديث وعلوم الجرح والتعديل والعيلة لعند أهل السنة والجماعة وليه مصنفات كتير جدا ومن أبرزها طبعا الجامعة الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري وهو بيعد أوسق الكتب الصنة الصحوح واللي أجمع على صحته كل علماء أهل السنة والجماعة وبيعتبر أهم كتاب بعد القرآن وطبعا هو قعد قمضى في تصنيفه 16 سنة واتربى يتيم وطلع بالعلم من هو صغية ورحل في أرجاء العالم الإسلامي كله رحلة طويلة يطلب الحديث ويسمع من حوالي ألف شيخ وجمع حوالي 600 ألف حديث اشتهر شهرة واسعة جدا وحتى أن هم لقبوه بأمير المؤمدين في الحديث التلمز على إيده شيخ كتير جدا ومن أهم الشيخ اللي التلمزت على إيده مسلم وابن خزيمة والترمزي وغيرهم وطبعا هو أول واحد كتب كتاب مجرد للحديث الصحيح طيب إحنا دلوقتي هنعرف ليه البخاري كتب صحيح البخاري من خلال طبعا الكتب الإسلامية إحنا هنعرف الكلام ده أول كتاب هنقوله منار القارئ بشرح مختصر صحيح البخاري يقول لنا كده قال البخاري سمعت الشيخي إسحاق ابن رهوية يقول لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح من سنة رسول الله فوقع ذلك في قلبي أو في نفسي فأخذت في جامع الجامعة الصحيح ورأيت النبي في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أزب عنه الكذب أو أزب عنه فسألت بعض المعبرين فقال أنت تزب عنه الكذب يبقى هو شاف رؤية أنه هو ماسك مروحة وبي يعني بيزب عن الرسول يعني حاجة كده فهو سأل المعبرين قالوا له أنت يعني هتشيل عنه الكذب ودي حاجة مهمة جدا لأنه هو دلوقتي بيشيل عن الرسول الكذب في إيه غير لما استخار في الله وعمل ركعتين استخارة علشان يتعقن صحة الحديث فيقول كده ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وطيقنت صحته يبقى إحنا عرفنا دلوقتي ليه البخاري كتب صحيح البخاري طيب قبل ما ندخل في موضوع الحلقة النهاردة لازم نعرف شوية معلومات مهمة جدا على أساس هذه المعلومات إحنا هنبني عقيدة البخاري أول حاجة لازم نعرفها أن الإخوة المسلمين أو علماء أهل السنة والجماعة بيقولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن القرآن اللي هيقول أن أي شيء في القرآن مخلوق ده بيكون كافر الكلام ده بنقرأ فين في الفتاوي الكبرى لابن تيمية كتاب في الرد على الطاقف الملحدة والزنادقة أو جهة الرد على المعارضين أول حاجة بنشوفها عن الإمام أحمد بن حنبل قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود فقال أحمد منه خرج وهو المتكلم به وإليه يعود يبقى القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود دي حاجة معروفة عند أهل السنة والجماعة وهنقرأ مع بعض تاني في نفس المرجع بيقول كده قال وقيا من قال أن كلام الله ليس منه فقد كفر ومن قال أن شيئا منه مخلوق فقد كفر يبقى دلوقتي إحنا فهمنا عقدة أهل السنة والجماعة بتتكلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ودي خلاص دي حاجة معروفة عند أهل السنة والجماعة طيب خلينا بقى ندخل في موضوع حلقة النهاردة الشيخ البخاري واحد اسمه الزهلي الزهلي ده إحنا نعرف حكايته مع الشيخ البخاري وأول كتاب هل يبتدي نقرأ منه هو اسمه سير أعلام النبلاء الطبقة الرابعة عشر أبو عبد الله البخاري ذكر قصته مع محمد بن يحيا الزهلي رحمه مع الله ويقول لده كده سمعت محمد بن يحيا الزهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وده كلام الزهلي بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث تصرف فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ عن مسواه من كلام القرآن بيأكد نفس الكلام وبيقول كده ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته يستتاب فإن تابوا إلا دربعونك وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يطفن في مقابره يعني زي الكفر بالضبط كحكم المرتد ولو حد وقف عند الكلام وقال لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق فقدها الكفر طيب خلينا بقى في الحتة المهمة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة في الحلقة الشيخ الزهل بيقول من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مسهبه يبقى دلوقتي الشيخ الزهل بيقول إيه بيقول محدش يروح عند إيه البخاري اللي هيروح يعود عنده هتعرفه على طول أنه هو على نفس مسهبه ليه لأن البخاري كان بيقول أن اللفظه بالقرآن مخلوق وده اللي احنا هنبتدي نقرأ فيه بيقول لنا كده حاتب في الجرح والتعديل يقول لنا قدم محمد بن اسماعيل الري سنة خمسين ومائتين وسامع منه من واحد اسمه أبو زرعة وأبو عبد الرحمن ده وتركوا حديثه وعندما ليه تركوا حديثه عشان الشيخ الزهري بيقول أنه هو أصهر عندهم بنسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق يبقى إحنا بنأكد المعلومة أن البخاري أصهر أن القرآن مخلوق في نسابور وبعدين يقول كده سمعت مسلم ابن الحجال يقول لما قدم محمد بن اسماعيل نسابور لما رح هناك في نسابور ما رأيت وليا ولا عالما فعل به أهل نسابور ما فعلوه به استقبلوا مرحلتين وثلاثة ويقول لنا كده فقال محمد بن يحيا في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن اسماعيل غدا فليستقبله لأن البخاري ده كان حد معروف جدا في وقته يعني كان حد معروف مشهور بيكتب الأحاديث فهم مش بيمنعوا أنه هو يروح ويستقبلوه لا بالعكس وبعدين بيقول كده فاستقبله محمد بن يحيا وعلماء الولماء فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيا لا تسألوه عن شيء فإنه إذ أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخرصان فيقول لنا كده ازدحم الناس على محمد بن اسماعيل حتى امتلأ السطح والدار فلما كان اليوم التاني أو اليوم التالت قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعلنا مخلوقة وألفظ ده من أفعلنا فوقع بينهم اختلاف فقال بعض الناس قال لفظه بالقرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل حتى تواثبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم وبعدين أهم حاجة بقى إن الزهري وده الشيخ البخاري قال إيه قال لا يساكني هذا الرجل في البلد فخاشيا البخاري وسافر ويقول لنا كده قال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري ورح قال له حديث قال له إيه قال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك فقال النبي إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بقى به أحدهما يعني إيه كلام ده يعني زي ما الزهري كفر البخاري رح البخاري كفر الزهري يبقى دلوقتي يبقى البخاري مين كفره شيخه شيخ البخاري كفر البخاري وتابعوني الحلقة الجاية في حلقة جديدة من برنامج النقل أم العقل لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت ترد بعقلك ونقمل بعقلك وديرد بعقلك وديرد بعقلك يبقى الدين يبقى ولعوبة ما ينعقل البشر ترجمة نانسي قنقر